أكد مجلس جامعة الدول العربية مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين المنعقد في جلسة مستأنفة برئاسة مصر بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وفي كل أماكن تواجده وأكد المجلس إدانته الشديدة للعدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة نطاق ضد الشعب الفلسطيني في القدس وقطع غزة وجنين ونابلس وأريحة وراملة وبقى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية طلب مجلس جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف العدوان